السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفاعل القرص ليسلك كل شديد منزل سواء فيديوهات لتوقعات الأبرك أو شتى المواضيع أو إشارات اللايفات أو المنشروط النزلة على منتدى القناة للإجابة مكانا على سؤال واحد يخصكم فمرحبا بكم معنا النهاردة وحسب ما نزلنا الأول مرة فيديو خاص بهل عندك سحر كان خاص بالستات وقلت في ذلك الفيديو إذا كان فيه رجالة عاوزين فيديوهات زي الفيديو ده خاص بالرجالة فليثبتوا وجودهم في التعليقات وكان أرد عدد معتبر من الرجالة عشان أعمل لهم فيديو خاص بهم هل عندك سحر فأنا الآن ألبي طلبهم فمرحبا بكم معنا النهاردة زي ما قلت لكم هنعمل فيديو بالكوتينة هل عندكم سحر هنختار يعني كرت يرمز لجميع ألوان البشرة سواء البشرة البيضاء الصمراء أو الحنتية سيمثلك أيها الرجل هذا الكرت سنقرأ على الكروت يلا قلبك وعقلك وما أعطاه إياك الله سبحانه وتعالى قلبك وعقلك وما أعطاه الله سبحانه وتعالى Search وعقلك وما اعطاه لك الله سبحانه وتعالى قلبك. البعض منكم شاكك في بنت بيضاء بيضاء البشرة. يا اما طريقة يا اما انسانة استغلتكم ماديا وخايفين يعني وكنتم يعني البعض منكم متزوكين خايفين من انها كانت عاملة لكم سحر عشان يعني اي فرحة ما تدخلش لحياتكم. ده في قلبكم يعني شك في امرأة بيضاء. انها عملت لكم حاجة عشان تعطل اموركم. في عقلك بتفكر على ايه? في عقلك تستنى ورقة فيما يخص او عقد فيما يخص بيع او شراء عتبة او التحصل على عمل وانت كرت بتاعك هنا خرج يعني كتأكيد للكلم ده. اغلبيتكم بيفكروا على عقود. يا اما عقود بيع وشلاء يا اما عمل. يا اما اه يعني اه حاجة مهمة تخص القرص او الزواج او الطلاق. اللي هيدهو لك ربنا. شوفوا هنا. معرفة. ايه هي الحاجة اللي معطلة الامنية بتاعتكم عن التحقيق. الكرت ده كرت ست كوس وكرت يعبر على الامنية الغالية. زي ما نقول احنا كرت برج الدالة لما تشوفوا النجمة. يعني كرت تحقيق الاماني. ربنا حيدي لك الطريق. الطريق اللي اكتشاف من هو صاحب او ما هو الامن هو الانسان اللي عمل باب الانسداد في طريقكم. لو نلحم السكاكين دولكم مع بعض كلهم. هيشبه زي باب السجن. يعني حسين نفسكم مسكونين. وربنا حيحق لكم اميتكم في معرفة من هو صاحب يعني زي ما نقول احنا بالكسائر ملدعة وتكشكون. اوكي. حنفرش الكروز دلوقتي ونشوف ايه اللي عندك. مرض من عكسات. في بيخص حاجات وما اطلع حياتكم. يعني اي طريق تسلكوها يعني تستنصدمونا بحائط بعائق. يعني ما فيش حاجة بتمشي في حياتكم. اهو الكرت كرت الربط. والكرت اللي بيمثلكم. غالبا البعض منكم عمل له عمل اه سحر. اه كل احتراماتي يعني حتى في المعاشرة الجنسية. ما عندكمش اه قوة زي ما كانت من الاول. لبعض منكم منعدم. انتو بفاهمين يعني. في العلاقات الجنسية. غالبا البعض منكم اه عنده خصوم يعني تخاصم في الشغل وعنده مشاكل كتيره في الشغل. اللي نشوفه هنا. لاصحاب القراءة دي. هنا عندكم اه مشاكل. زي ما قلت لكم ربط. في المعاشرة الجنسية مع اي ست. عندكم مشاكل يعني والربط ده جاء عن طريق سحر. هو يعني يعني عمل مثلث. عليكم. كده خط الاول يعني مسككم انتو الاثنين. يعني هما الاثنين مسكين عليكم. الحاجتين دول الاثنين. عاملين زي ما لو كنتم يعني مقبوطين في حاجة. كمان يعني من هنا. في قمة المثلث. اللي غالق عليكم. غالق عليكم او ابعدكم من حاجة بتفرحكم. شوفوا هنا. الربط ده. والسحر ده اللي قلنا عليه. والعنو التابعة دي اللي عندكم اخر المطاف بتاحها باب السبن. اخر المطاف باب السبن. يعني اموركم كلها متوقفة. غالبا السحر ده يعني قتل كل فرحة في حياتكم. السحر ده غالبا هو اه مائي. يعني اترمى بالماء في الماء. في المية. يا اما اترمى في البحر. يا اما احد مكوناته من مكونات البحر. يا اما آآ آآ غضروفة سمكة. او آآ يعني حيوان ما يعيشوا في البحر. او حجرة موجودة في البحر. بيعملوا بها السحر كتير وكذلك كذلك الصدفيات. غالبا يعني السحر ده تعمل آآ من عند امرأة بيضاء البشرة طويلة القامة آآ الوالدة بتاعتها توفت. الوالدة بتاعتها اتوافت او هي يعني يتيمة الام. في ايه كمان? البعض من يعني يعني احد فيكم حصل معه خصومة مع رجل ابيض. غالبا الرجل الابيض ده بيتنقل كتير آآ بالسيارة. ذكرنا الحالة الاولى. دلوقتي حنذكر الحالة التانية. بما ان القراءة دي عامة. يعني في عدد كبير من المشاركين او المشاهدين حيبصوا الفيديو. يعني مش كلكم مسحورين بنفس الطريقة. الاحتمال التاني الرجل الحنتي اللي حصل له مشكلة مع رجل فيما يخص وثيقة ادارية. يا اما عمل. يا اما يعني محكمة. يا اما آآ حاجة زي كده. حصل خصامة بينكم. الرجل ده الابيض اللي بيتنقل كتير آآ بالعربية بتاعته خاصة يعني بيسافر لبلد اخر مغير البلد بتاعكم. او هو مقيم ببلد اخر. هو اللي عمل لكم السحر ده عشان يوقف آآ يعني عشان يكون المشكلة اللي اتخصمته عشانها وصلت للمحكمة يكون في صالحه. هو اللي عمل لك باب الانسداد ده. بسبب الحاجة دي المش كويسة. في ايه كمان? البعض منكم هنا سرقت امواله او ضاعت منه فلوس. والفلوس دي ضاعت من البيت يعني. مش آآ حدا غريب يعني مش نسيتوها في مكان او سرقت من كم لا. الفلوس دي اختفت من البيت. الرجل اللي بتكلمت عليه في الاول اللي عنده سحر من طرف امرأة بيضاء البشرة. آآ هقول لك ايه? ايه الحاجة اللي حصلت? عشان تعرف انك انت اللي بتكلم عليك. الانسان ده يعني يا اما مؤخرا. الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات مؤخرا. سمعت بوفاة حد من العيلة. يا اما حصل وفاة في احد اقرب يعني احد من المقربين ليك يا اما اخ يا اما اب. حاجة زي كده. ووصلكم آآ خبر آآ لوفاة آآ احد من الاقارب كمان. يا اما الانسان ده كان آآ عايش في الخارج. وصلكم الخبر ده. وآآ انت يعني اللي سمعت او حصلت لك الحاجة دي. انت اللي آآ كلمت عليه انه فيه ست بيضاء البشرة. طويلة القامة. تشتغل آآ يعني بحاجة في المكتب او حاجة زي كده. آآ او خياطة او حاجة زي كده. عندها الوالدة بتاعتها يا اما توفت يا اما آآ اتوفت مؤخرا. اما يتيمة الام منذ اليوم اللي كنت بتعرفها او توفت آآ الوالدة بتاعتها او جدتها مؤخرا. اوكي. ده اللي كل شفناه في الصحب الاول. حنشوف في الصحب الثاني. يلا. قلبك وعقلك وما اعطاه لك الله سبحانه وتعالى. قلبك وعقلك وما اعطاه لك الله سبحانه وتعالى. قلبك قلبك على ايجاد اهو. انت والقلبك على ايجاد انسان متمكن من شغله. عشان يحقق لك الامنية الغالية اللي عندك لازاحة الحاجة التقيلة دي اللي يعني بركة على حياتك ومؤفة حالك. من كل قلبك عاوز تلقى حل للمشكلة دي. عقلك بفكر في ايه؟ بفكر في العكوسات. عقلك بفكر في العكوسات. ايه اللي هيديه لك ربنا؟ اهو. الورقة دي بقولولها ورقة الموت. يعني زي الكروت الترو. بس مش موت يعني وفاة وفاة. لأ هنا وفاة. المشكلة اللي انت بتفكر عليها بما يخص العكوسات دي. يعني وفاة العكوسات دي. اللي مش مخليكم يعني. آفوا. آآ الموت العكوسات دي اللي مخلية. حياتكم كلها متدهورة. هيكون عندكم حظ ان شاء الله ربنا هيحط لكم في طريقكم. وحتيتغير احوالكم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. غالبا البعض منكم عنده مشكلة. يا اما في بيع او شراء منزل. حنفرج الكروت ونشوف في ايه. حيلائك ربنا زي ما قلت لكم. حيلائك ربنا بالانسان ده او الانسان دي عشان آآ يعني آآ تنزع لك الحاجات دي اللي يعني بتخص العكوسات والخصومات اللي في حياتك. حياتكم غالبا زي ما شوف الكارت ده. من الانفراجة للانغلاق. كل ما تقوله فرجت تنغلق. كل ما تقوله فرجت تنغلق. وهو الورق جاني جاء تحت رأسكم كده. اهو خبر قويس في ايج يعني انت مقابل الانسان ده. خبر قويس في ايجيات الانسان اللي حين ينزع لك باب الانساد ده. اللي استسبب فيه الرجل الابيض اللي تكلمنا عليه من اول. هو يعني صاحب العكوسات دي. اللي سادر سد عليك زي ما نشوف في الكارت ده. اه زين له انه كان حي. تلات عمارات هنا وتلات عمارات هنا مباني. فيه طريق مفتوحة في الوسط. الانسان الابيض ده اللي ياما بيسكن في بلد اخر. ياما اصله من بلد اخر. ياما يتنقل من بلد لبلد. هو كان سبب يعني العراقل والعكوسات لغلق الطريق اللي زي ما نشوف هنا. كانت ست سيوف اصبحت سبع سيوف بس الطريق اللي كانت مفتوحة اتغلقت بسبب الرجل ده. اهو نفس القراءة كمان. يعني باب الانسداد يعني اللي حصل بسبب بسبب الرجل الابيض ده. كمان عندك اه سحر عملة لك من طرف ست بيضاء البشرة. متمكنة ومتحكمة في يعني في ايدها. وعندها الوالدة بتاعتها متوفية. اهو برغة الوفاة تحت الوالدة. البعض منكم يستنى فلوس عشان يسافر. بس للأسف العكوسات دي اللي تسبب يعني السحر ده اللي تسبب في العكوسات اللي حصلت لك بسبب المرأة البيضاء دي طاولة القامة اللي امها او الوالدة بتاعتها متوفية هي سبب اه يعني سد الطريق. عفوا. حاولوا مقوتي الفكلة. هي سبب في سد الطريق او في العكوسات اللي حصلها لك هنا من انفراجة للانغلاق. كل ما تقول انفراجت تنغلق. كل ما تلأحل تنغلقها مرة تانية. يعني سببك المرأة البيضاء الطاولة القامة دي. كمان سببك رجل ابيض للبعد الاخر رجل ابيض. يتنقل من بلد لبلد او بحكم شغله او يسكن او يقتن في بلد اخر. الخبر اللي انت بتستناه من طرف الرجل الابيض طويل القامة. استغسر الله. كان يعني هو فيه تعامل ما بينك وبينه. بسبب حاجة تقيلة. يا اما بيع منزل يا اما عمل. يا اما بيع عربية او شراء ارض او من خص الارث. للأسف اه الطريق مسدودة من ناحيتكم من دول اتنين. عندك يعني انت متخاصم مع الرجل ده بسبب الحاجة دي. وانت حاسس ان يعني اه فيه حاجة تعيقك على الاستمرار في اه التفكير على انه الحلقة حالتك هتتحسن. بدأت تفقد الامل. مصطفى وعمر علي. جمال. عبد الاله عبد الله. احمد ومحمد. وحسين كمان. الاسماء دي هي اسماء ظهرت لي دلوقتي للناس اللي اتكلمت اه على حالهم دلوقتي. عشان تفهموا الاسماء دي ليه. شوفوا هنا عندكم باب الانسداد. انتم هنا عندكم باب انسداد. لتحقيق امنية. شوفوا هنا. منغلق. باب انسداد. سحر. يعني اي حاجة عاوزين تعملوها للأسف. آآ يجي عكسها. عكوسات. خاصة يعني في العمل البعض منكم. يا اما رفض من العمل. يا اما هو استقال ببعض ارابته. بسبب تأثير الحاجات دول علي. يعني القراءة خرجت من نفسها في السحبين. حنساعدكم بسحبة تالت عشان نعرف ايه الحاجة اللي معطل حياتكم. او مين السبب في تعطيل اموركم. قلبك وعقلك وما اعطاه لك الله سبحانه وتعالى. قلبك وعقلك وما اعطاه لك الله سبحانه وتعالى. قلبك. قلبك على الخسارة اللي حصلت لك. وانتم دلوقتي آآ معتنين بامرأة مسنة. يا اما الوالدة يا اما حاجة زي كده وهي مريضة. بس المشكلة قلبك على على نفسك كمان علشان انت كمان كمان حاسس انك يعني آآ اما انت يتيم الاب والام. يا اما انت يتيم الام. الام. وانت دلوقتي حاسس انك يا اما عندك اعراض لمرض او حاسس نفسك مريض. دي الحاجة اللي في قلبك يعني الخصومات عن المرض. عقلك. عقلك في آآ عقلك في الجواز او انسانة تجوزت بيها او متجوز معها او طريقة. شاكك فيها ان عملت لك عمل يعني يصدك عن تحقيق امنيتك. عاوز تحقق اماني كتير فيما يخص الزواج فيما يخص العمل. بس شايف نفسك يعني كل امورك متوقفة. دلوقتي انت بتفكر يعني زي ما انت في قلبك ايه هو الحاجة اللي يعني الحاجة اللي بدأت و دفعت الحياة بتاعك انها تتهور بالطريقة دي. الحاجة اللي حيديها لك ربنا. بشرة صارة. وامنية يعني انت متمنيها ان شاء الله. وهي انفتاح باب الانسدات. يعني ربنا حيفرجها عليكم ان شاء الله. من عمل عملته الست البيضاء دي. شوفوا كده يعني الكلام لوحده بيتقرأ. اي ست البيضاء عملت لكم عمل بسبب يعني انسدات طريق. اه يعني ربط. اهو. بس غالبا قلت لكم الست دي اما سمعتوا ان عندها وفاة او عملت حدثة. او غالبا اه هتكون عندها كارما. لحصول يعني اه لان ربنا هينتقر منها. هتكون فيه كارما. يالله. حول القوة تايلة. بنقولها باب الانسدات. اهو انتم يخص المال الاوراق الفرح. كل ما زدود عليكم سواء زواج عمل فرحة فلوس باب انسدات يعني مقابلكم. بس بشراكم يعني آآ عندكم انفراجة ان شاء الله. بس الانفراجة دي مش هتطول. لان ليه اقيبة بالانسدات فوقها. فيه خبر كويس حت يوصلكم او حت تكتشفوا حاجة في ما يخص العكوسات دي. هيساعدكم انسان مقتدر. انسان عنده آآ استغفروا الله. عنده حكمة في ايده. عنده هيبة. يا اما شرطي عسكري يا اما آآ انسان مدير شركة او حاجة زي كده. الانسان مقتدر. هو اللي هيساعدكم الانسان ده خاصة آآ اشارة تعرفوها آآ يعني يتيم الام. يتيم الام او زوجته متوفية. هيساعدكم في خصام ما بينكم ما بين رجل حنتي او اصمر البشرة. انتم معاه في خصومة في خصومة في ما يخصي اما ارث. يا اما آآ يعني آآ يعني اطعط يعني اطعط واهي المرأة البيضاء دائما تقع في طريقكم. اهي. المرأة البيضاء دي اللي عملت لكم عكوسات وخصومة عندكم خصامة يعني خصام ما بينكم وبينها. وغالبا يعني كان فيه آآ حاجة عقد يا اما زواجي اما طلاق. في يعني في ادارة. في حاجة ما بينكم يا اما كانت بتشتغل معكم. غالبا يعني هي عمالة السحر ده عشان آآ تتغلب عليكم للاحيازة بيت. او عتبة او آآ قطعة ارض. ومساعدها في العمل ده انسانة حنتية ورجل اصمر او حنتي البشرة. للأسف يعني هنا انتم وراءكم زي ما قلت لكم باب الانسداد. على اي فرحة او اي زواج يدخل حياتكم. عندكم عكوسات كتيرة. آآ عندكم ربط. يعني باب الانسداد ده لازم يتفتح. عشان تقدروا آآ او تنزعوا الحاجة دي اللي عملتها السيطة البيضاء دي او الرجل الابيض. يعني نفس القراءة قررت رغم اني اخلطت الكروت قدامكم وخرجت نفس الحكاية في كل سحب. ما اندرش يعني اشوف اكتر من كده لان الحكاية هي نفسها بتتكرر. بس ربنا حيساعدكم على ارشادكم بالطريقة اللي هتفتحوا الطريق المسدود دي عشان تنفتح انفراجة كبيرة وتخرجوا من الازمة دي اللي عملتها السيطة البيضاء دي والربط ده. شوفوا هنا باب انسداد ربط. عن الموضي قدما في حياتكم. لما تنزعوا ده. هيتنزع ده. وحيكون عندكم انفراجة. شوفوا من هنا. باب انسداد. هنا طريق مفتوح. وطريق مفتوح على مسرعية. الى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. ارجو انكم يعني استفدتم منه. اشكركم لتلبية طلبي للمرة اللي فاتت. على انكم تظهروا وقودكم. عشان اعملكم بجهات خاصة بكم. شكرا لانتباهكم ولإصغائكم. ودمت فرعة الله وحفظه. وإلى الملتقى. مع السلامة.